من شوية الاتحاد الأفريكي لكرة القدم الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة نهاية دور أبطال أفريكا لهذه النسخة يوم 30 مايو ألجاري في المغرب في المغرب طيب مبارح قلت لحضراتكم أنا مش هصدق أبداً إن الكاف هيخلي المباراة النهائية في المغرب خاصة خاصة إنه كلينيكياً الأهلي والوداد في الفاينال أعصى أهلي لسه عندهم الوداد عنده مباراة القياب أمام بيترو أتليتكو وعن الأهلي عنده مباراة القياب ضد وفاق ستيف بس اللي اتنين تقريباً شبه حسموا الصعود للمباراة النهائية والمغرب هي أرض فريق الوداد تمام تمام أنا ما صدقتش أنا بالنسبة لي رغم إن كل المؤشرات كانت بتقول إن المباراة هتقام في المغرب بس قلت الكاف أكيد مش هيهز سورته أكيد هيكون عادل أكيد هيكون منصف أكيد شايف إنه هو أخطأ لما ما أعلنتش ملعب المباراة النهائية من أول بطرة أو على الأقل من دور التمانية وبالتالي مش هيحط نفسه في موضع ريبة ويخلي المباراة في المغرب أو في مصر بالمناسبة بالمناسبة وأنا قلت الكلام ده مبارح بما إن الأهلي والوداد سيصلوا إلى المباراة النهائية فمش من العدل إن المباراة تكون في المغرب أو تكون في مصر بما إنك ما أعلنتش من بدل لو أعلنت من بدل إن المباراة في المغرب خلاص هو ونصيبه بقى في فريق مغربي ساعد ما ساعدش خلاص زي ما حصل السنة اللي فاتت هي ونصيبها اللي وصل هو كازر الشيفز ولعبه في المغرب اللي في الإتم مش من المغرب فخلاص الأمور أرض محايدة بس القرار ده بصراحة ظالم ظالم جدا مهما كانت الظروف يعني الكاف قال إنه كان في ملفين فقط اللي قدامه اللي طلبوا استضافة هذه المواجهة ملف سنغالي وملف مغربي ملف سنغالي وملف مغربي السنغالي انت سحبت فأصبح أمام الكاف ملف واحد هو الملف المغربي آسف ده ده البيان أو ده اللي طلع من الكاف آسف الكاف يقدر يعمل اتصالاته بتونس بجنوب أفريقيا بالسنغال مرة أخرى بالكاميرون اللي اسم مستضيفة كأس الأمم بأي دولة تقدر تستضيف هذه المواجهة يقدر يعمل ده حتى لو تكفل ببعض المصاريف وبعض الإداريات يقدر يعمل ده مش هندحك عن نفسنا وإلا أصلا لو الكاف مش لاقي دولة تستضيف في الكارة الأفريقية كلها مباراة نهائي دورة أبطال أفريقيا بدي مشكلة كبيرة عند الكاف نفسه يبقى عنده مشكلة كبيرة ده عنده كارسة إنه مبقاش فيه ملاعب في الكارة الأفريقية تقدر تستضيف نهائي دولة أبطال أفريقيا سوى المغرب أو مصر أو جنوب أفريقيا مثلاً يبقى أنت اللي عندك مشكلة مشكلة كبيرة أنا بس عايز أحط شوية أمور في السياقها الطبيعي وأنا بأتكلم والجماهيل المصرية وجماهيل النادي الأهلي لما تبقى رفضة إن المباراة تقام على المغرب ليس قلقاً من استضافة المغرب للنادي الأهلي عشان المغرب دائماً مضيافة ورائعة هي وشعبها لكل الفرق والمنتخبات المصرية أنا بس بحط النقط فوق الحروف عشان كلام يتفهم صح بالعكس لو سألتني أنت تحب تروح تشوف مباراة فيين أو تتفرج على مباراة فيين أو فريقيا لعب فيين هبقى موصول جداً بالمغرب أجواء رائعة ملاعب رائعة جماهيل رائعة كل شيء جيد بس مش من العدل أنه يبقى فيه طرف مصري ومغربي في المباراة النهائية وتقام على المباراة في المغرب ولا تقام في مصر شوف أنا بكرر تاني أوه ولا تقام في مصر المشكلة مشكلة الكاف مش المغرب المغرب عرضت وخادت المباراة النهائية مش مشكلة المغرب هي مشكلة الكاف حاجة في منتع الغرابة حاجة لا تصدق حاجة مش مفهومة مستحيل حاجة تحط ألف مليون خطأ أنا ضد أصلاً بطبعي بشخصي بشغلي بحياتي ضد فكرة المؤامرات واسطودات حصل عشان الوداد ياخد مش حاسبها كده أنا حاسبها من منطق أنت جهة إدارية تدير كرة القدم في الكرة الأفريقية لابد أن تكون عادل عادل جداً ما تخليش حد يفكر ولو للحظة أنت عملت الموقف ده عشان حاجة معينة اللي عمله الكاف كرار خاطئ في رأيه كرار ظالم في رأيه كرار كارسي في حق الكاف بصراحة طيب دي نقطة النقطة التانية الناس تتحدث الآن عن رد فعل النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم أنا في رأيي في رأيي أنه الأهلي يكتفي باحتجاج شديد اللهجة هو والاتحاد المصري القاتل احتجاج واضح ورفض واضح وضيق واضح ولكن عشان شفت بعض المطالبات بده قبل ما خش على الهواء على طول الأهلي لابد أن ينسحب لا الأهلي ما ينسحبش الأهلي ما ينسحبش الأهلي يعترض ويبقى ليه عدد من المطالب اللي قول نتكلم على موضوع الانسحاب أفكر حضراتكم عشان فيه جيل كبير ما حضرش الموضوع ده النادي الأهلي قبل كده بعد 94 بعد كاس السوبر أمام نادي الزمالك انسحب من البطولات الأفريقية والكاف عقبه بالإبعاد 3 بطولات أو 3 مواسم عن البطولات الأفريقية وفي رأيي المتواضع أنه القرار ده خاصة للأهلي كتير وقته بس هو كان قرار يتاخد والله أعلم بكواليسه كلها ساعته الواحد عارف شوية حاجات ليه علاقة بالعقوبات اللي وقعت على الأهلي بعد ماتش السوبر وعلى الكابتن طريق سليم وعلى الكابتن برديم حسن وقتها يعني قصة جبيرة يعني مش هخش فيها بس الانسحاب مش قرار جيد الانسحاب مش قرار صحيح الانسحاب مش هيرضع الكاف بالعكس هيخلي الكاف يعند آه صحيح النادي الأهلي هو أهم فريق يشارك في البطولات الأفريقية بحكم البطولات العديدة والعظيمة اللي حققها النادي الأهلي ولكن الانسحاب أبداً ما يحصلش ده واحد اثنين النادي الأهلي لابد أن يطلب بشكل واضح نصف ساعة استاد اللي هستضيه في المباراة غالباً هيبقى استاد محمد الخامس اللي ساعته تقريباً سبعين ألف متفرج يعني أنا عايز خمسة وتلاتين ألف تسكرة وخمسة وتلاتين ألف تسكرة دول معناهم إيه؟ معناهم لو جماهيني مملتش الخمسة وتلاتين ألف مقعد في استاد محمد الخامس يفضلوا فضيين ده حقش ما يتميليش بالجماهير جماهير الوداد ده حق النادي الأهلي يقوله كده يقوله حقي خمسة وتلاتين ألف مقعد فضيين مليانين دول بتوعش طيب اللي عرفته قبل ما أدخل على الهواب بمصادر من الكاف إنه الكاف قال لو النادي الأهلي ما قدرش يبيعها خمسة وتلاتين ألف تسكرة هياخدهم للوداد بس الكاف اللي يهمه إن الاستاد يبقى مليان ملوش دعوا بقى مين اللي موجود فالأهلي لازم يزقف القصة دي قوي ويعنت فيها قوي ويصر فيها قوي ويصم فيها قوي فدي نقطة وأجيلكم في حاجة في موضوع التذاكر وصفر الجماهير بعد شوية نقطة تانية بما إن الموضوع بقى فيه ريبة وبقاش مفهوم الأهلي يضغط في موضوع حكام النهائي كنت أتكلم مع الكابتن جادي جريشة قبل ما أدخل على الهوى قال لي أنه رأيه فيكتور جوميس هو اللي حاكم المباراة حاكم رأي وحاكم فعلا محترم وحاكم ملوش في أي لغبط ده واحد ما يبقاش بكاري جسامة مثلا ده واحد اتنين إن النادي الأهلي ممكن يطلب إن حكام الفار وده بالنسبة لأهم من حكم الساحة حكام الفار يبقوا أوروبيين زي ما حصل في مباراة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فكين مباراة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم سواء مصر وسنغالق أو باقي المباراة المرحلة النهائية كان حكام الفار من أوروبا أطلب آه صحيح الكاف ممكن ما يرضاش بس هو اسمك رمية ورقة ضغط هتقول لي الكاف ليه ما يرضاش مهوردي في تصفيات كأس العالم الفيفا بيختار أو بيتدخل في اخترارات الحكام عشان هي تعتبر تصفيات تابعة للتحاد دول الكورت كده ما ليس للكاف الكاف ممكن يقولك لأ أنا حكامي قلالين أنا حكامي مش قلالين وأنا كده بصغل من حكامي في العالم وخلافه فممكن يسر إنه يبقى الحكام أفرق بس الأهلي يضغط يزوء أنت اللي خليتنا عمل كده أنت اللي خليتنا عمل كده الأهلي يقوله كده أنت اللي خليتنا شك أنت اللي خليتنا ده أحطار أنت اللي خليتنا استغرب أنت اللي خليتني متدايق فالأهلي يضغط عشان ياخد جزء ولو بسيط من حقوقه اللي الكاف أهضر منها جزء بإقامة المباراة في المغرب طيب دي جزئة تانية جزئة تالتة أنا عايز بقى من دلوقتي تبدأ شركات السياحة تبدأ شركات استثمارية محبة للنادي الأهلي تبدأ ناس كتيرة جدا يبدأوا يدعموا فكرة سفر جماهير النادي الأهلي إلى المغرب بأعداد كبيرة وأقول لكم بعد شوية متوسط ثمن الرحلة للناس المقتدرة تقدر تسافر وأنا زي بقولك أن في شركات ممكن تقدر تدعم ده عشان جميع النادي الأهلي تضمن تواجد كبير في المدرجات الفترة اللي جاية أو في المباراة نهاية تحديدا بي